موسيقى 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 على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جونيف استطعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين من خلال عدة فعاليات الإحاطة بأبرز قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين واليمن والسعودية وكانت البداية مع انتقاد واستنكار عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان التي لم تردعها يوما عن انتهاكها لحقوق الإنسان منذ منتصف العام 2016 اتخذت البحرين تدابير قمعية متزايدة لإسكات المعارضة وسجن الناشطين السياسيين إن العضوية في المجلس لم تمنع البحرين من ارتكاب هذه الانتهاكات ولكن مكنتها بدلا من ذلك من مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات مع الترويج لعضويتها في المجلس كدليل على وجود سجل جيد لحقوق الإنسان إلى جانب القمع المتزايد للمجتمع المدني تطرق المشاركون إلى أوضاع المدفعات عن حقوق الإنسان في السجن لسيما هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي ضباط السجن لقيادة رئيسة السجن مريم البردولي تعرضوا بالاعتداء الجسدي على هاجر ومدينة ونجاح وبعد حرمانهن من حقهن في المشاركة في إحياء ذكرى عاشوراء على الرغم من أن النازلات الأخريات منحنا هذا الحق وتحت عنوان دور الأمم المتحدة والإعليات الدولية لإنهاء التعذيب الممنهج في البحرين ضق المحاضرون ناقص الخطر حيال ارتفاع عدد السجناء الرأي الوضع على الأرض أسوأ عدد السجناء السياسيين يتزايد لقد رأيت أرقاما تتجاوز الأربعة ألاف المعارضة البحرينية ادعت أنهم خمسة ألاف وأكثر تظهر وثائقنا الخاصة أن التعذيب لا يتناقص إنه يحدث بالفعل ولا يتوقف إحدى التجارب المريرة داخل السجون البحرينية استعرضتها من كانت ضحيتها ودعت إلى الكف عن اعتبار ضحايا السجون مجرد أرقام في كثير من الأحيان تصبح القضايا التي نتحدث عنها في تلك الأماكن قضايا وأرقام نناقشها فقط أريد أن أتحدث عن مدى أهمية أن نراهم كأشخاص أشخاص تعرضوا للتعذيب وأبنائنا وأخواتنا وأمهاتنا وأفرادا من العائلات وجزء من المجتمعات لم تتميز سلطة آل خليفة وحدها بانتهاج سياسة الإفلات من العقاب بل إن شقيقتها الكبرى السعودية شركة دائمة لها في ذلك على الرغم من أن المجتمع الدولي أوضح استياءه من احتجاز نشطاء حقوق الإنسان وقتل الصحافيين إلا أنه لم تتم وحسبة أي شخصية رفيعة المستوى على هذه الجرائم هذا الافتقار إلى المسائلة ليس قضية منعزلة بل هو سمة من سمات النظام القضائي في المملكة العربية السعودية والسلطة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وحده قلب المواقف الدولية تجاه السعودية ومارس عليها الضغوط بسبب انتهاكاتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان في يونيو سنستمع إلى تقارير المقرر الخاصة المعنية بحالة الأعدام خارج نطاق القضاء حول تحفيقها في مقتل الصحافي جمال خاشقجي سيقدم هذا التقرير مجموعة من التوصيات إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء الحرب على اليمن تكفي وحدها كشاهد على وحشية الانتهاكات السعودية والعديد من الدول في مجلس الأمن الدولي يمنعون إيقاف الحرب لضمان إمداد السعودية وحلفائها بالأسلحة يعد فحص الوضع في اليمن بموجة بقانون حقوق الإنسان أكثر بساطة لأن قانون حقوق الإنسان مطلق ويستند إلى العالمية أو موافقة الدولة ويسمح باستثناءات أقل يخضع قانون حقوق الإنسان أساساً للمعاهدات والتحدي الخاص المتمثل في المساءلة في قانون حقوق الإنسان هو أن غالبية هذه الالتزامات تعتمد على موافقة الدولة من خلال التوقيع والتصديق على هذه المعاهدات والسماح بآليات تقديم الشكاوى الفردية من خلال نظام هيئة المعاهدة ويستمر الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن وما خلفه من أزمة إنسانية لسيما على صعيد الغذاء والدواء دون راضع إنعدام الأدوية والمواد الدوائية التي تحتاج إلى تبريد فهناك أكثر من 362 إسم تجاري يحتاج إلى ظروف نقل خاصة كالتبريد مثلاً شبه من قطعة في السوق منذ إغلاق مطار صنعاء أغلبها منقذة للحياة يحتاجها شريحة واسعة من المرضى